اشتركوا في القناة 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 كل الابات سبقاً علمونا ان احنا دايماً اول ما الكنيس تكلفنا بحاجة وهي مصوقة من روح القدس وبعد سبقاً فعلاً لقيت ربنا يعني بيشاور على كده واسمحيلي ان احكيلك باختصار بسيط قوي يعني اول انا طوله من 87 انا في البيئة حد 2019 لقيت ربنا بيطلعني من دير اروح افريقنا وجد بطريقة يعني اتاد بها ربنا كاريزة كاريزة مع قدس ابونا داود لانو حاجة افطر هم احنا مجهور خالص بالوقتي لكن مش مانع اطلع اصار لقداس كده وارجع بعيد او حاجة يعني فقاليه طب ممكن يا اود سابونا داود يتكلم معاك في طرق ودرجة البركات وحاجة باخد براك فيها فاتكلم معايا واتفقنا ان احنا نطلع اول ميشن في 22 في البرائق 2019 وكانت فرصة ازور اروح جنوب افريقيا ثلاث ايام واقعد في اليافة مطران الجريد سيدنا الان بعنطلوس مرقص القبضنا يديه الصحة والعافية ومنها نطلع بتسوانة واندي كانت اول مرة نروح بتسوانة فقالت له يا اود سابونا احنا لنا نظام وتنبير كان يسي جوة بطير لازم ناخد مرقص سيدنا فسيدنا قال لي اخد مرقص سيدنا النوتران الاول الانبا اطلوس مرقص قلت له طبعا فسيدنا الانبا اطلوس مرقص ربنا يبركو فعلا وافع على طول وابتكلمني كليفونيا وقال لي ياريت يا ابونا بعد ما بيش هم تخلص صعب مع عشر في امس قلت له حاضر يا سيدنا اخو باركة وبعد كده سيد ابونا داود خالد موافق قدسة البابا وبعدين انا طبعا لازم اقلق علي ابويا الانباس ربنا اللي انح نفسه فقال لي طبعا قدسة البابا وافق فانا موافق فكذا دي بداية انا مستغرب بالحقيقة ازاي الكل يبارك والكل كانت بالنسبالي محقيقة فعلا من جنيسة العضر الامر شوي في التجامع الخامس وقارة جديدة كان منهم اتنين عاربهم قبل كده وكانوا الناس عظماء جدا باستاذ ديمة والدكتور شريك مرجان ناس ممتازة جدا وباربعة تانيين معانا وكانوا مجموعة حلوة جدا طلعنا وروحنا لسيدنا رحب بينا جدا وبعد كده رحنا بتسوانا وكانت خدمة جميلة جدا ممكن كانت اول مرة نخدم في بتسوانا رحنا قرية نقدر نسميها كده ادغال اسمها داموشي قرية جميلة جدا كانت خدت لنا معات فيها تصوني ميري وهي ستة عظيمة جدا زوجة الدكتور بهاء بتختب في الشمال شمال بتسوانا اسمها فرانسوستاون وكانت مرتبة الزيارة دي اتاخرنا عليهم وروحنا بالليل ولكن كانت المجموعة اللي انا باخدر معاهم وهي وكانت احد الاباء اللي هم الانجليين جايين من امريكا عشان يخلم الشعب هناك والشعب الطيب اللي في الادغال ده هو خدمناهم خدمة سندقيني انا كنت في منتهى السعادة الداخلية والسلام والفرح بدأت سايتها ان يفتك تشعر انها جزء منها بالضبط وحسيت يعني بصفة حسنا بحضور الله وحتى الشباب اللي معايا والناس كلهم حسوا بحضور الله قوي فكان مزيد بين الدموع ومزيد من التهليل والفرح وعملوا خدمة جميلة جدا اخوات يجيو كلهم واحنا كلنا كنا بنصال لده كان فيه ولد جايبير والولد ده لما شاك ان اخواته كلهم فرحانين وهيسوا بيركلوا وهو نفسه كان داخل بكآبة ترعب بفرح عظيم فعلا الكل اجمع اللي دي فيه حضور لله جنيل جدا بهذا المكان وروحنا تاني مكان جانبه وعملنا نفس اللي ربنا امرنا نعمله بصراحة كنا بنخدمهم خدمة مش بنتفضل عليهم حاضرتك لا كنا بنخدمهم كمان يأخذ المركة وكمان يفعل كما فعل السيد المسيح سنقيني بصدق عملنا كده وعشان كده الكل حس بحضور الله والكل كان فرحان فرح مجيد لدرجة انك بعد كده بكم شهر لما كان فيه مؤتمر عمل قد سابونا داوت الخططبة فالشابات ده طلع وحكوا ولاد وبنات قالوا احنا كنا حاسين احنا في السامة وقالوا للشباب بالكلام ده حتى قالوا يعني ما اختلفتوش بحاجة في الرحلة دي كان مضاه حاضر في الرحلة دي جدا اقول لي حاضرتك كمان حاجة جميلة قوي وده بصدق اللي بقوله صدقين يعني بعد ما ربنا سمحتنا بالزيارة الاولى دية فعلا وبعدين تاني يوم وثالث يوم زيارات جميلة وخيطة جميلة قوي بصدق مدارس كورس دي الشعب الطيب المحتال الحد يشفك الحد يتحنن عليه يطبطب عليه احنا بتعاوه كيف تقولي شو انا اختلب نفسي كرغبان واحكو لساش نفسي يعني فوانا ساعت اختلب نفسي بيقول ربنا يا رب انا يعني انطلعني زي بكتو دارسين كده من الكمفر بيانين يا رب انطلعني فالصوت الروح الخدس جوايا سمدقيني فالصوت احمد علينا نسمعه من جوانا مش من برانا لقيته بيقولي انا عايز الناس دي كلها عندك بالزيارة فقلتلي رب انا فعلا معرفش قالي وانا مش عايزك تعرف انا عايزك تقول حالي عايزك تتبعني قلتلي هقولك علي وبالفعل كان بداية الدعوة صدقيني لبقلوا حاليتك بالزيارة كل واحد فينا يقعد يقولي رب انا مش سمعين صوتك مش قادرين نفهم انت عايز تقولينا ايه بالزبط يعني بس هو مش هيكلم الا في هدوء النفس يعني الروح ده روح وليه وهادئ دي تنروح الخدس فعمره ما هيكلمك كإنسان او كإنسانة كنما تهدأ من جوة خالص وتكون عندك استعداد للطاعة مش تنفذ مشيقتك لأ تنفذ مشيقته هو فلو نفست مشيقته هو الصوت ده هتسمعه بوضوح بواك وفي رحم اكمل حضرتك انا مش عايز اطيل عليك خدمنا الخدمة الحلوة دي بيتسوانا وروحنا وصلينا في بيوت اللقباط هناك في بيت فرانسيستاو صندت الدكتور البهاء ومدميري صلينا تارت قدسات واربعة 18 سنة محدش راح صلى هناك فلما ربنا بعتنا نخد من أخواتنا وأحباءنا هناك كانت القدسات دي بالفرح والدموع وبعد كده نزلنا جابر عنده الدكتور جورجو مدام هلا مش عايز اقول لك ناس كتيرة جات من قاتلوبية ناس من السرب وناس من كل التناس يحضروا في البيوت والناس دي بتصلي ايه فكانت أيام مباركة جدا وربنا يديه الصحة وخلينا سيدنا الامباء كان ندينا شنطة يتعد عشان نصلي بيها والبيوت سهرانة بتاعملوا الأربان حاجة يعني واخواتي الشمام سمعايا قديني أوقات حلوة جدا جدا نشكر ربنا ولم ما خلصنا دا كله وقابلنا ناس وزارة الصحة عشان نعمل قدمنا حاجة اسمها ماموراندا واندرستانديد عشان نتواصل معاهم ازاي نعمل خدمة صحية بعد ذلك من خلال الامريكا وكندا وأوروبا وازاي حتى فرصة ان احنا ولادنا يقدروا يلتحقوا بالحكومة هناك ويشتغلوا في وظائف حلوة يعني كنا من كل النواحي وخلصت الخدمة الأولى لمدة أسبوع ورجعنا سفر بالميكروباس نروحنا به لسيدنا التاني وكانت الرحلة طول الوقت بتتسبح وبتصلي ويقول مزامير ويسأل أسئلة روحية ونزل الصور وسط الأبغال وسط الصور الطبيعية ورجعنا لسيدنا وكان فرحان وعد يدعي لنا قوي نزل صلى معنا قداس وبعدين قعدنا مع عشر تيامك كلها قداسات وتعليم روحي وحقولها لك سبقيني بصدق قعدت مع سيدنا فترة طويلة قاعدت شرحة في الكرازة كأنه بيبيني برس خصوصي وأنا برضو بسمع ومتعجل يعني يا رب اتا قل كده مهتم قوي هنا نشكر ربنا خلاص الفترة دي ورجعت دير وكملت عمله كطبيب وأخي الأخوات الأبائي الرهبان وأخوات العمال بصدق وأدبرهم الأدوية بطاعتكم وقعدت مع طبعا سيدنا أبا سلامون أبوي الروحي وهو اللي مرهبني كل حاجة شبحت له كان مبسوط جدا وباركني جدا وكان يعني فرحان جدا وقالهم قدرت قدست الباب وكان فرحان جدا وقال لي كمل معهم وإدرس وإقرأ ودي دعوة حلوة ونتعمل ونشوف ربنا عايزة المهم بنعملت ربنا بعدها الحوالي ثلاث تشهر جات فرصة تانية عشان يطلع بتسوانة وكادت قاعدين مع التين ويرت يليلت ما هنطلع وستنينا البيزة ما جاتش البيزة فكأن ربنا يغلق ولا أحد يغلق لحد ما ربنا اتمجل بقوته لقيتهم بيقولولي احنا عايزينك في ناميديا وكان فيه أم فاضل ناك أبونا مارك فاطلعت خدمت معنا حوالي 40 يوم في جولاي واوجست 2011 وكانت خدمة جميلة جدا في ناميديا والدرجة ان الخدام كلهم الحلوين دول بقولنا داود قال يمكن ربنا اكل بتسوان عشان يفتح في ناميديا وفعلا قضيت 40 يوم كانوا حلوين جدا في ناميديا وبعد كده يعني خدمت خدت بركة الناس كلها وكل الجنسيجيات على قد مقدر وخدمنا اخواتنا اهم حاجة كنا روح للناس الطيبين دول عفوان في دوت عشان في دوت صفيح حضرتك بصاج لكن الناس طيب قوي وبيتحس بالحب المقدم ليهم والمزل في الخدمة وبيتقبلوه على طول بيحسوا فعلا ان احنا بنخدمهم بحب وبقلب بيفرق بين الجنون وبين الفيكة في الحب وبين الحقيقة والغير حقيقي فحبونا جدا ومبسوطين جدا ان احنا بنخدمهم وانا قلتلهم سبدقيني قلتلوا يا جماعة احنا جايين نخدمكم وجايين ندواء كل احنا دايتين وفتنساتنا نفسينا بتدوقوا معنا اللي بتدوقوا ونفسينا بتخشوا السماء زي ما احنا عايزة تروح من السماء وانتو كلكو ياولاد على رسمك وانا جاي خدمكم مش جاي تصلاق عليكم لان فكرة الكنايس في افريقيا مش ساي فكرة الكنايس البطية العبيقة فكرها و واصرارها وفدائها وتعليمها السليم داقوا الفرق حضرتك وكانوا فرحانون جدا جدا وكانوا كل من رحلون في اي مكان وخدمنا خدمات جميلة وكل كان فرحان رجعت بعدها بخسارش التاريخ وربنا رجت لقاءات حلوة مع ابو ناداوود وخدست البابا لحد ما يعني الامور استقرت انا اسفية لتربعتوشهم كده بس كانت فرصة حلوة قوي ان احضر في الفترة دي خدمة ميديكال ميشنز جاية من كل العالم مصريين جايين يخدموا اخواتهم في افريقيا هنا وعملوا خدمات من الميشن برئاسة مؤسسة سمانة على رأسها الدكتور سيد دكتور هاني عشامالة سيد دكتور جورج رحاني فادروس عملوا خدمة رائعة هنا حقيقي في الناميديا وطواصلها مع وفي الدكاترة هنا ساعدوهم والدكتور باسل والدكتور عماد والدكتور يوسف سعد كلهم تواصلوا معاهم وقدموا خدمات حلوة درجة ان احد الدكاترة عمل جراحات مخلوق اعصاب هنا كتيرة جدا وكان سبب شفا للكل سيادة الوزير الساحة قبله شخصيا هم وقراءة الوزارة ورحبوا بيه وعملوا برنامج شكر وفيه تنسة دقية اللي جاي من مصر واللي جاي تخفن اخواتهم في ناميبيا هنا نسيت اقول لحضرتك عفوا وديكت حاجة جليلة جدا في زيارتي الاولى الناميبيا شباب وشبات صغيرين من سن 16 22 سنة من امريكا وكان ده عملوا خدمة جميلة جدا عن وقود سابونا مارك في ذلك الوقت ووضب لهم في خدمة في الدخولهم للمدارس دخلوا المدارس عملوا حاجات ابداع انا نفسي كنت بتفرج بتفرج على الفرح في المدارس ازاي الناس دي سايدة الدنيا وشباب مجردين يخدموهم قدموا خدمة تعليمية روحية من كل النواحي وقلت له طيب انتو درستو ايه اولاد فقالولي احنا درسنا برنامج اون لاين عن افريكا نيول وجوم دينا الخدمة الجميلة دي ابهارت وكلاء الوزارة وابهارت دينا احد الوكلاء الوزارة ويقول لي الولاد الطيبين دول اللي جوم من امريكا وكندا صغيرين دول قدروا ينفذوا اللي احنا بندرسوا طول السنة في المدارس بطريقة لطيفة والولاد انسجنت معهم وفرحت معهم جدا فانا كان حظي الحزم حضرت الميديكن اواما دي نشن والميديكن نشن اللي جوم من كاترة من مصر ومن ألمانيا ومن ثويت ومن أمريكا وكتابة ده عملوا عمليات وعملوا كشوفات يمكن فوقت من رؤيته يمكن انصور لكم الحجيدي او او اطفالكوا فلاشة تتفرجوا على اللي عملوه قد ايه كانوا سبب فرح للكل فدي كمال خدت بركتها وبعد كده جاء اللوك داون فعدت شهر عشرة رجعت الكنيسة رجعت الكنيسة لأمر في شهر عشرة وديري قدست البابا طبعا شرحت له كل حاجة قال لي انا فرحان جيدا ان فيه حد بيختبه افريقيا وفرحان زيك فقلت له سيدنا انا فرحان برب الله هو اللي فرح قال ليه وهو اللي بيختار لي حياتي وانا وبختفاش لنفسي خالص قال لي ربنا يعني الخير خليك قعد معانا شوية وكده فلحد ما جات فترة الرسامات فهو كان قال لي انا بصل لكل حاجة يعني كانت بعيدها كده فيه كلام ان بعض اداء الدير كانوا بيقعد معانا وحدنا مدل الله يقل سلوه فالمحد شعر تعوضوا اللي أمامون فقلترهم لتاكن مشيئة الرب انا من ساعة ما دخلت الدير انا عندي سؤال سيدنا بعد اذنك فضالي 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 فقامل للموضوع ده كان ساعتها لما يعني يافتك كان قلبك ملتهب يعني بخدمة افرخية كنت مفيش تياق من جوه انك نفسك ترجع الناس دي تاني او حسيت ان انت كنتان تميل لهناك بصوت ربنا طبعا ده سؤال حلو جدا ده صوت ربنا حلو قوي بس انا كنت اتحيارت لما رحت الدير ولقيت الاباء في الدير بيقول لي خليك معانا واحد دي امنا احنا قد صلو بقا اللي صلى واختلاق في الدير كل ما انا ناشي طول ما انا بصلي طول ما بروحها من اجساد القادسين اضب اشيديوني انا مش بختار لنفسي حاجة لكن يعني لتاكل ماشيئة الرب وقلت القدسة البابا ساعتها بطلق سيدنا اللي ربنا هيختاره على ثمث انا حسلم بي واحده من يد الرب وزو ما رجعنا افتكر حاجة وايش هابيلي فعلا قال لي مش هتوفي معك سيدنا انا بحب ربنا وشبعان بي ومشهولي جدا فان اي حاجة ربنا هيضحها في قلبك انا شخصين هاخدها لما يبقى الرب وفعلا قبل الرسامة وكده قال لي انها هتكرك افريقيا تروني انا خلال سيدنا وطلبت من ربنا وانا بصالي وقول لي رب اذا كانت ما شئتك افريقيا او الديك انا طالب اي حاجة بس فرح لي ربنا يدوق الكل هذا الفرح المقدس والرخ رب بالمجلول انا مستهلش من يفرحني ويرشيلني يقول لي انا عايزك هنا ومن ساعتك طبعا انا كنت ارادة ربنا وشكرت ربنا وزي ما انت عايز وزي ما يعني ساعدني انجاز لي القاول ان يكون سبب في فرح السمائيين برجوع كل ناس للمسيح وبروك على كنيستنا وجود نيافتك معينا وبروك على كل شعب افريقيا وكل الخدام يعني نيافتك اب يعني جميل ونتعلم منك وتعلمنا يا سيدنا النهاردة كمان حاجات كتير عن الخدمة في افريقيا ونشجع ولادنا وشبابنا بيها بس خلينا نتعرف الاول على البلاد نيافتك بتخدمها في افريقيا يعني الاسامي وكان ليه كان في حاجة للكنيسة هناك يعني سوفي قد قدست البابا ربنا نديله الصحة وهو يعني يعني انتداد لماري ماركوس ربنا نديله الصحة والعافية خلعونا وليمه للكنيسة كان اختياره قال لي انا بفكر بحاجة سماء زي مجموعة من البلاد يمسكها بحيث انه يقدر ينمو بها ما تبقاش دول كتيرة صيدنا التدبيج تدبيج ربنا على لسان فتك فعلى خدستك ففعلا قال لي احنا احطرلك منيبيا ويبسوانا وزنبابوي وملاوي والبلاد دي خدمت من قبل ولازم اقول الحقيقة ربنا نديله الصحة سيدنا من طران الجليل انبانتونيوس ماركوس وكان من الوراء ابونا لود لمع لغالي وانا حقيقة جيت على تعبه وانا جيت اللحاق يعني انا ما افتخرش انتدت بحاجة لكن او افتخرت افتخر انا امتداد لهؤلاء العظاماء ببيت الخدمة كما برضو بجاري العزيز وفقية على طول سيدنا الفسقط العظيم انبابولس يعني نشكر ربنا تعلمت منهم كلهم ويعني لو ربنا سمح لي الخدمة الجميلة دي فانبداد لهؤلاء فالخدمة في الارمع بلاد دي ربنا سمح لي ان يكون الفترة اللي فاتدي مميز اكتر بيتسوانا وزنبابي ملايوي كانوا قفين شوية عشان الكوفيد لكن بنعمة ربنا وفي صلواتكم هروح زنبابي على اول الشهر يبكت الفتر اللي فاتت تتليه فرصة ان نروح كان سيدنا الموتران مر بالصحة بصحة بعافية شوية ربنا شفيه فقال لي تعالى اللي بصلافة روح طلو جنوب افريقيا عادها وطام بعينه خلاصة البابا وقال لي اقعد معاها قد ما تقدر تتلفيزا بتاعت الشهر فقدر تاعت شهر وخط براكته وده عالمي قلبه ربنا نجيله الصحة ورجع في ناميبيا وبتحرك في الناميبي ما بين العاصمة ويندهوك والشمال والحياة ان معي هنا اثنين اباقات شرف بالخدمة معاهم ابونا جون ويندوك ابونا كرولوس والاثنين ملايكة واختيار الهي سدقيني يعني كدس ابونا داود يقول لي طب مين هيخدم قلت له ربنا هيرسل فعلى حسب قلبه انا لا اريد حد حسب قلبه اريد حد حسب قلبه الله وزي ما ربنا قالينا صلوا يسدقيني ابونا داود وانا صلينا والحد ما ربنا بعض الاثنين ملايكة دول ربنا يحفظهم هو عائلتهم وان شاء الله على اول شهر اروح زنبابوي عند ابونا دانيال وابونا مايكل وده زنبابوي الاصل اخدم معاهم وربنا كل ما بلد تفتح بقدر اروح واخدم ان شاء الله ناس كتيرة سيدنا ممكن تسأل وتقول معظم البلاد اللي بتخدم في افريقيا المساحية موجودة عندهم ماذا تفعل بقى الكنيسة الارتودوكسية في افريقيا ايه اللي بتقدمه لهم من خدمات او انشطة عشان تقدر تكذبهم للكنيسة الارتودوكسية ده السؤال جميل جدا وهجابه بمنتهى الصراحة سهل قوي اولا الجنوب الافريقي كله اغلبه مسيحي وسهل قوي حد يقولك I believe in God لكن هل ايه انت عايش معه وفيرا فيها لديك يعني هقولك على حاجة انا شفتوهم لما بيجوا يحتروا الكنيسة ومثلا جايين فرحانين بالجدر صراحة حضرتك يعني عايزين يتناولوا بس طبعا مش متعمدين فمش تقدرين نقدم من اولا ليهم لكن فهتين يجيه مشاركة ايه اقصى حاجة بيقدروا يعملوها كان في كل فكرتهم عن الجد لكن مش عايش مع ربنا يكون عايش بطريقة مش صحيحة في حياته هو مرتبط لكن يجي الكنيسة يتقدم للأسراك وهو مش مستعد فكانت مسيحيتهم تقدر تجيه عليهم مسيحية صبحية شوية مش مسيحية في القلب بالدرجة ان احد الناس هنا في مجلس الكنيس في ماميديا يسألني مرة بيقول لي احنا بروح الكنيسة وبنفرح في الساعتين ثلاثة اربعة اللي بنعودهم والجاذرينج والصلاة والتسبيح لكن نرجع بعد كده نمارس حياتنا بالطريقة الخطيئة يا حضرتك يعني فقالت قالت لا احنا بدي لجي الكنيسة عشنا تغير من جوه ليش من بره الاسرار بتغيرتها من جوه فبقيت اعيش جوه الكنيسة زي ما عيش برات نيسة قالي لا احنا محدش علمنا وهو رجل كبير في مجلس الكنيس هنا فقالت له لا دي تعلمنا وقالت له بقى يا تني كتب المقدس وقالت له اقوال الاباء وقالوا ايه فاستمتع جدا حتى بقى بها لما قابلني مرة تانية كان بالحضن وقالي انا مش ناسي اللقاء الجنين دوة لكن هي دي فكرتهم فاحنا جاينا نقدم الكنيسة اللي ابتدت في افريقيا الكنيسة الاولى على يد ماري ماركوس رسول معلمنا كلنا في هذا في افريقيا وهو الكارز الاول الافريقيا فقالنا لهم دي الكنيسة الاولى في افريقيا ايه الكنيسة الافريقيا حاجة وريد كان دي القديس رسم اسقف في اثيوبيا كابتداد الكنيسة الاولوكسية شوف يقول ايه بعد مرفقة الاسقف المجتمعين رسمى فيرمانتيوس اول اسقف سكندري على اثيوبيا وانطلق الاسقف فيرمانتيوس حاملا بشرط السلام وبركة الانجيل واسس كرسيه في اكسوم وخدم خدمة محبوبة لقاس ان اسم فيرمانتيوس ظل محبوبا في كل ديار اثيوبيا حتى هذا اليوم وقد لقبوه ابا سلامة بصفة اول ما انفجر نور المسيح الباهي في اثيوبيا وتعيد له في اياك 14 بيسمبر من كل عام شوفي يعني كنيسة بطبعتها كارزة يعني ما نقدرش نقول انها مش كنيسة كزا لا كنيسة كارزة من الاول وادي ايه انها بتبقى مع ناس كلها وعايزة توصل لكل حاجة فاحنا امتداد لهؤلاء احنا مش جايين الا انتداد لهؤلاء القديسين في هذا فعشان كده احنا لما جينا هنا بنفكر دايما في حتة في الجزء اللي احنا ازاي نوصل للناس دي ونريهم المسيحية الاصيلة الكنيسة الاورسوكسية العظيمة في اسرارها وفي كل وفي كل صلواتها وفي كل كل حاجة فالناس كانت فرحانة جدا بهذا الموضوع جدا وكانوا اه فرحانين ان احنا قادرين نوصل لهم كما ان احنا برضو لقينا ان احنا لازم نخدمهم من ناحية تعليمية نخدمهم من ناحية الصحية نخدمهم من ناحية الانسانية والتنمية اللي هي وطبعا الجروب اللي انا معاها جروب حلو جدا ودارس حضراتي كويس قوي وكلكم طبعا عارفين ان الامم المتحدة نازلت 17 نشاط للتنمية المستدامة احنا ما كنا في اجتماع المدارة في الكهنة والخدام على اجتماع زمو بندرس ازاي نوصل في كل بلد ليه الخدمة اللي هي اللي اتناسبها وكانت حاجة جميلة جدا بنهتم بهم حتى عفوا بنعملهم زي حاجة كده اسمها السوب كيتشن زي كيتشن صغير نقدر نروح به في المناطق البسيطة قوي ونقدر ان احنا نخدم الناس دي حفوا ان الولاد السغيرين ما بيطلوش يعني برضو زي تي مؤتة مهمة بتقولها برضو تفهم برضو ان الخدمة في افريقيا طبعا الناس دي محتاجين جدا 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 طبعا محتاجين الجنب الروحي يشوفوه بشكل مختلف طبعا عما تعودوا عليه هناك لكن محتاجين كمان خدمات كتير صح قوي احكد حضرتك القصة معزية جدا طبعا انا احنا عندنا قصص ما تنبهيش مع اخواتنا واحبائنا دول احد قصص جميلة ابونا جون هين بنختم في القرية اسمها في العاصمة اسمها القرية دي كل سكانها ساكنين في بيوت صفيح وصالوا الكنيسة بطرعاها مصدقين بصدق على قد ما ربنا بيتدبر بنعمل لهم زي سموها بيجيهم اكل محصوص بيجيبون لهم كل شهر والولاد لما يجوا يصلوا في الكنيسة هنا لازم بعد الأداس يأكلوا يجيبون لهم سندوتشات وعاصية وتشوفوا نهاردة قد سابونا بنفس وقف وضب لهم مكانهم ازاي يعني حاجة خدمة جديلة قوي عشان يجوا يفرحوا عشان يجوا يشوفوا قد المسيح بيحضنهم وقدين احنا بنخدمهم فعلا صدقين ونروح لهم مكانت أماكنهم لما كانت تلك دا وكان ابونا بنفس يروح وياخد معا الشماس مكراسينة ويروحوا يخدموا الولاد دول ويخدرهم هدايا وحاجات حلوة فابونا بقى له انت بيزور لحد ما واحد ياله قال له حضرتك تروح في منطقة وراها الناس اسمهم سن او حاجة زي كده لما سألنا ليه دول من النابيين الاصليين فابونا راح للناس دي صدقيني لو اربعات لك الصور طبعا البيوت الصاج دي لو دخلتها حضرتك هتبكي معنا لكن ابونا بقى راح لقى الناس دي عايشة في خيام قطع حاجة يعني حاجة غير قدمية بس العجيبين انهم فرحان العجيبين انهم تعزين العجيبين ان الناس دي كل مرة في اماكنهم عندوهم ردة وقناعة فابونا بقى قولي نعبد ايها سبيلنا وطوله يا حبيبي لازم ناخد نوع مدكلة ونبسطهم المسيح كأنه زي ما يقال له بولوس الصور لما جاله الرجل المجدون يقال له اعبر تعالينا واعينا احنا لما نسعلم ده هو ربنا كأنه بقى وقالك تعالك المهم بقى احكي لك حاجة معزية قوي ووريكة ايه رب المالد ده دائما زي بيقوله زمان كان روح الرب يا رف على وجه الناس اتفضل وهو راح يزورهم لقى واحدة حامل على اول شاك يقول له قده مثلا في الشهر الاخير وقال لان طب مش عايزة حاجة طب اجي اوصلك يا بنتي لان ابو دي عايزة يخدمها قلت له انت الان علي يا ليه هي العذرة لما راح تولدك في بيت لحم مع يوسف المجدوني الشيخ الكبير كان شايلة هم ابونا قال ليه ايه ده يا سيدة ده انا وقفت في مكانة صمرت قلو انت بتحكي ان نفسي حصل ليه ده الناس البسيطة دي قرنت بكده وانا الانسان ودايما اشيل هامل بكرة واشيل هامل كزا لو عايز ابني او بنتي وليده مش عارف فيه عشان يغلو جنسية ايه والمستشفى دي احساب والدكتور ده افضل ودي بتقول له العهد رشالة هم فكانت نقطة جميلة وتعلمة منها حضرت ده وده اللي كان بيخليني عفوا حضرتك ان دايما كل الناس اللي بتيجي تختم هنا معلومة يا جماعة احنا جايين نتخدم مش جايين نتخدم احنا لم نأتي لنتفضل على هذا الشعر نحن نأخذ منهم البركة زي ما علمنا القديس يوحان بن بهادين فان لما قال ان الناس دول هما الاغنية الحقيقيين اللي حيدا حالونا السماء هما دول هايقفوا صدر ربنا ويقولنا الناس دي هي كزا ده اللي تعلمنا عمليا حضرتك وفعليا وفي كل مرة سيدنا لكل الناس اللي نفسهم والشباب اللي نفسهم يتخدموا او الناس اللي نفسهم يوحوا يخدموا في اخرق انت مش هتوح عشان تتقدر على الناس دي زي ما سيدنا تقول الانتاريح تتخدم نفسك وتشوف يعني الحقيقة بقى اللي تتعلم منها وتشوف معاملات المسيح معاك وان اون وان كده وفعلا رأي حضرتك فعلا صح والناس اللي جات تتخدم سواء كبار او صغيرين ماشيين بيبكوا حسوا انهم يعني ده جزء من فلتوس انا اسمي اقول كده بس حسين ان ربنا موجود فرحانين فرحانين فرح مخندس ده اللي قال عنهم ده فرح انا بعطيكم لاحد يستطيع احد ان ينزعوا منكم فالبيبو انا بحبون يخدموا بالطريقة دي وبحاول انهم الخضرات العملية في هذا عشان لما يخدموا بترانين يرجعوا فرحانين وزايدين في الحياة الروحية فيقدروا يخدموا الاخرين في بلدهم يا رأي نفتك نشوف بعض الصور مع الناس تشوف برضو جزء من الواقع هناك في الخدمة صد علي ان يفتك ممكن بس تستكملها انا دي ده على مهلك على مهلك عايز اقول له حضرتك بقى كان بتقول بس الحد اللي وكل كله بيدي يصلي واخوتنا اللوكل في اي مكان سواء هنا في ويندوك او في وندانجوا صوتهم ملائكي زي عارفة حيثما بدروح تصلي في دولة الراهبات صوتهم ملائكي فهنا لما بيصلوا بيخلوا الناس هنا متعزلية جدا وفرحانة والناس يعني حاسة انهم فعلا يعني في مكان مقدس جدا وهما الناس قالوا لي الكلام ده يعني حتى الاخوتنا اللي هن الناميبيين الأصليين لما بيجوا وصلوا ومسلا نقول لهم لسه لازم ناخد كورس للصلاة وكده كورس للبيبابتزما وكده ونتعلم اليمان الحقيقي فالحقيقة انهم بيقولوا بس الكنيسة بتاعتكم دي حاجة تانية خاصة طبعا بيحسوا بيها فعلا حضرت اتضالي لو تقدري تعريبي للصور نيفتك انا بار دهو اول صورة نيفتك ده في قديس مع مش عافة ظهرت عند نيفتك ولا لا لا ما ظهرت شيء اه هون نيفتك دي هي كده هتوصل دلوقتي اه ونيفتك في القديس مع الشمامسة اه وده نيفتك مع الاطفال صور جميلة وفيه حتة غسل الارجول برضو جميلة دي قوي قوي مع الولاد بس انا حب الناس قدم احنا في وسط الحلقة ونتكلم عن افريكا ونشوف طبعا الناس هو صور حلوة جميلة جدا اه وخدمة الاطفال الجميلة والهدايا اللي بتدوها لهم الجميلة اه احنا لحضرتك حاجة جميلة اوي عن الهدايا دي كنا في اول رحلة في فرانسستون في الشمال فكنا بنزور زي معاصر ترفيهي ورياضي لبعض الولاد اللي في اعدادي وابتدائي من المدارس وكانوا بيجوا ناس من الروتاري بيخدموا في فرانسستون في الشمال بوتسوانا الحقيقة الناس دي مش مؤمنين ممكن تقول عليهم ملحدين الناس دي طيبين جدا وبيختموا على قد ما يعرفوا شوية رياضة شوية اكل شوية شرب يعني ويرحموا بهم وخلاص فطبعا لما كنيسة العظيمة بتاعتنا القصيرة دخلت الولاد كانوا مبهورين بالخدمة الجميلة اللي بتقدم بدرجة اخواتنا اللي بتعروتري دول كانوا مش مصدقين اللي بيحصل وبعدها زي ما حيك كيفي كده قعدت على الكرسي وبقيتها ألبس الولاد صليب زي في سبحة ونزل منها صليب كده والناس حطا حضرتك على قديها كده زي الناس اللي بيبسوا في الشوارع وبيبدوني صليب صليب واعلموني قالوا لي يا ريت كل الطفل تلبسه صليب قلوا جيسس لابسه فاللي حصل ان كل ولد ييجي او بنت اقول لهم كده فالبنت ببعت الكشافة من عندهم تترجبلهم اللغة الاصلية بتاعتهم فالعيال بعض بخلاصوا جاتينا البنت دي بتقول لنا اللي كانوا يقولوا حاجة عجيبة قوي كل واحد يقول التاني جيسس لابس مين باللغة بتاعتهم فالتاني يقول لهم يعني شوفي واحد تاني جيسس لابس شوفت جيسس لابس النهاردة المهم العيال تمام بمسططها حسب قلبوه من حلو الناس بكوا برضي وقفت جملي واحد ست من اللي تعروتري شابة صغيرة كده عندها 75 سنة وقفت جملي تساعدني بتاديم السلطان للناس وقفت برضي الصباح تأديها كده عشان تأديها للناس فبعد ما خلاص قلت لي لبسني انا كمان صليب الله او لبستها صليب وبعد هما بقى كلهم بشافوا الروح الحدوة كنستك قوية وجميلة حيث لا يوجد رعاية كرازة فقط صحيح قوية جدا والناس بتشوف في الخدام اللي انا خدمت معهم بصورة المسيح فعلا لا والناس الناس في افريقيا قلبهم يعني ملتهب كده يعني سامع كلمة مسيح يعني جاهز وعايزيني شوفوا المسيح كمان حبتك في شخصك يعني الشباب والكبراء بيجوا شوفوا المسيح بيهم بيحسوا بحاجة تانية الخلاص إما هم دول المجموعة دول كلمة السابت دول 18 قالوا لما تتكلمونا عن نفسكم نعمة ربنا الخدام وانا كلمناهم وبعد كده قالوا ياريت قالوا يا ريت فقلت للشاب ها ديبوا الأجابية بتاعت الإنجليزية تجابوا شوية أجابة الإنجليزية كتت معاهم طلعناهم ودناها لهم بترهم نصلي فالولاد بيونين صلي إيه بترهم نصلي قربوا رعاهم فلا يعوزني الشعي وتصلاها بالإنجليزية كلنا وتصورنا مع بعض ومبساطنا نشتع تيبر دي كرازة برضو حضرتك يا سيدني فدي من الحكايات الحلوة اللي هستكرها كود يا شاب مع حضرتك أكمل الصورة اتفضل حديث لهم إحنا عايزين نعرف من يفتك الخطة يعني الحلية الأفريقية وإيه اللي يفتك اتجاه الخدمة هناك الحقيقة طبعا قلبي حاجات كتيرة جدا وإديك فكرة بسيطة خالص الناس اللي أنا بخدم معهم من الحد الوقت يقول لك إيه أخيرا بنخدم خدمة الناس فيها محتاجين بالتعلم إحنا بنفكر في كل اتجاه أولا عشان برضو فيه كنيس لسه لسه كنيس فيها مطابحة نهاز ملاوي اه فيه كنيسة بتتأسس وفيه اوتسوانا بشوي هيروح لها قريب إن شاء الله اوه ما يسمحوننا نخش فيه بوتسوانا لسه ما أسسناش فيها أي كنيسة لكن بناعمل محاولات كويسة كان الخدمة انتظمت أكثر دائرة في ناميبيا وفي زمبابوي أنا اللي يهمني في المقام الأول هي إن الكنيسة تكون مستقلة مقررة وتكون فيها قابك ياهن قطير يعني دارس وعرف كل حاجة وزي بيقولوا كده جذوره ضربة في الأرثوذوكسية كده فدي أول حاجة فالكنيسة لازم تبع كنيسة قرئمة في زفعة الأول فيها أسيس فيها أستوريتوم وكنيسة مهيئة لاستقبال الناس أنا آسف إن برغم أنه كانازم يتأسسها من الزمان قوي لكن نقص الخدام ونقص الأسس أدى لإهمالها فترة طويلة ففي أندامج وفي الشمال كانت الكنيسة صعبة جدا حالها وكانوا دائما أباء الكنيسة يوصوني عليها وتسابونا داود لمعي وتسابونا أجلس رجلي ربون مجلس سحط عبر عبر الكل وتسابونا كرولوس أولية في العرب كنا ليجيلك خبير جسل أبرطنيوس في مصر جديدة لأن دا خدم هنا قد كده فالثلاثة كانوا يبصونها فعلا لما روح تقيتها فعلا محتاجة عمل روحي وراعه وراعوي وعمل معماري ضخم قوي كنت عايز الشغل كتير قوي الحمد لله بقوة راب المجد وبرجة الروح الكدس فعلا ووشباعة القدسية المدينة ناوي فيها فابتدت فيها كنيسة وابتدى فيها أسيس أورتودوكسي قاعد فيها فابتدت الخدمة فوق تبقى كويسة فابتدنا في وندوق بقى كويسة عابونا قرور له سينات أخر مرة واحتروا من فترة أسبوعين تقريبا السابت فيه ثمانية عايد ويموت حد ميت عايد وابونا ويشكر ربنا سمحيان عمد عشرة سابت وعشر ومتحد دوه وهتقد إيه فرحة في الكنيسة وقد إيه الكبار قبل الصغير فرحانين وقود سابونا وتصوني مارينا امو جابوا الزائد في كل يوم سابت وحد جابوا طرطة ما يتوب عليها يعني بدل هافي فارس دي هافي باكتزم فمش عايزة أقول لك الولاد عبرها بصندوقتشاب نفسهم واناك في الخدم عموس وماريو هاملو خليط مالجابير وانا متفرل بصندوقتشاب حلوة وكل واحد ما صندوقتش بتاعه وفطار حلو وبعدين طرطة وعصير يعني أنا إنتي فرحتي ألفهم فرحتيهم إلي هم مش هاتين يمشوا بالتينيسة وإنسي بتيوب يلعبوا فأدي حاجة جدا جدا فإذا أنا بفكر أول خطوة هي تأسيس التينيسة بخادمها وخدامها بعد كده بنفكر باقي الفريدي مثلا إحنا بنتجه دائما بالميوسي باليكي بتاع البلد عشان تديني أرض إحنا جينا شوية تماما طب نطلب أرض طب يا إيما يديني أرض صغيرة يا إيما يديني أرض كبيرة لو إدينا أرض كبيرة يعني كذا خدام الاتجاه الكلاستر اللي أنا بأتشره في الخنة معاه وعمله دراسة جميلة إنه هو المكان ده يتسع لستة عشر كنيسة صغيرة كنيسة صغيرة بيت مقيم من الخدام اللي يجوا من كل العالم طبعا تكون سابون اللي فيه أمد خادم المجرسة اللي فيه نعمل حضانة ممكن تمتد لتبقى الندرسة نعمل زي نبدأ بإثنين مثلا أسنان وأطفال تزيد وتبقى أكثر بنعمل حاجة اسمها عشان نعلم الأسر الكبيرة دي بدل ما يجيشوا غرفة بدل ما يجيشوا حياتهم في الملل وفي الضجر وقاس في الشرب يلاقوا حاجة بيشتغلوها بيكسبوا منها ونعلمهم حاجات وأنا كمان يعني من زياراتي في مصر خدت بركة معهد الدراسات الأفريقية فأسرة القوليس بونتينوس فأسرة العدل توفيق يعني خدت بركتهم مع أساتذة أجمارو كلهم على الأتام نستعدي دينا خبراتهم سواء بالزوم أو الحضور لأفريقيا يعلموا الناس حاجات كثيرة يعني مثلا نفسي برضو في اللوكشن أعلمهم الفن ناس بتحب الفن الرسمي نحن الموسيقى وبنتواصل عشان نعمل عملهم زي ملاعب صغيرة تضدوا فيه يلعبوا وينبسطوا ما حق أغرى يا جماعة فكل الحاجات دي في زيني طب هتقولي إيه طب لو مدكش الأرض الكبيرة مثلا على الأقل أربعة فدان خمسة فدان أنت تقدر تعمل إيه هتطر أخد أماكن صغيرة أعمل في كل مكان صغير النشاط اللي ينسجه حسب المكان اللي حواليه وأقوم عامل جام به بيت صغير علشان يبقى كي حتى مسؤول منه ويكون ابطي مصري ويكون برضو معاها اثنين أو ثلاثة من إخواتنا النمليين الأصلين أو زنبابوين بحيث دايماً يبقى فيه مكان هكذا من ضمن الأفخار اللي تنفع بحاجات الصوية دي حاجة اسمها سوب كيتشين نحن نعملهم أكل كويس اللي هم الترديشن بتاعهم وازاي اللي يحبوا المصريكي لأولاد لك كلمة لطيفة أوي أكلة سخنة يعني أكلة حلوة نفرح لهم بيها هما وقاليهم ليه لا ليه لا دي فكرة بتتكرتها دا تقريباً يعني اللي بزيزني بسرعة لكن في الآخر هي أهم حاجة عندي تؤاد فاليو لهؤلاء سواء فاليو روحي أو أو إنساني بكل معانين وبكل أشكاله لكن إحنا جايين نخدمهم وناخد بركتهم نسيت أقول لحمدتك حاجة يعني يا سيدنا خدمة نيفتك دايماً ورسالة حلوة برضو لنيافتك قلتها دلوقتي إن إحنا نفسك تعلم الناس اللي هناك حاجات كتير جداً يعني زي ما بنقوله ربنا فتح زوم دالي لخير ناس كتير قوي فاللي عنده إمكانيات وعنده اللي شاطر في الفن اللي شاطر في الألحان اللي شاطر في احتياجات الكليسة في أفريقيا يتواصل مع سيدنا وإحنا إن شاء الله هنسيب الكونتكت كلها بتاعت سيدنا في آخر اللقاء على الشاشة هتتواصلوا مع سيدنا اللي مش قادر يوح أفريقيا مش لازم يوح أفريقيا تواصلوا مع الولاد دي وساعدوهم وخدموهم عن طريق أونلايني يعني في خدمات كتير دلوقتي الحمد لله دا قدرت تتعمل أونلاين يعني فادريسي بالفعل حضرتك أنا تواصلت مع أساذة في الجامعة وناس أفاضل كلهم في علموهم كلهم قالوا لي اعمل زوم فابتدينا نعمل نات وزوم يعني خاص بكل كميسة هنا في ميديا بحيث إن مثلا حضرتك متخصصة في حاجة فلانية أجمع الشباب هنا أو الناس الكبار ويسمعوا الاجتماع دا إحنا محتاجين مثلا دعم نفسي يبقى جيد ناس في ويعملوا كورسات للناس دي عايز أعمل أعداد خدبة أجيب واحد متخصص في المجال دا يعني الحاجات الجميلة جدا إحنا عايزين نعلم الولاد والبنات بعض الألحان بأداس وكده أبونا بيعمل لهم زي هيكل برا الكنيسة كده ترابيزة صغيرة كأنها هيكل طبعة أو كانت ترابيزة مسبح ويقفوا عليه يعلمهم زي أمير الدولة زي ما تعلمت مصر فجاء أحد بعت لنا ويب سايد في ألحان ومرضات الشماس فابتدروا الولاد يحفظوا من هذا وبنحطها لهم على شاشة أو على كورشيكتور حاصل مرضات اللي عندنا ونقول لهم فالولاد لقتوا دا ويتعلموا فبقينا نجيبهم في الكنيسة ويجيبهم هنا وكل المتخصص يقدر يفيدنا بحاجة فأي حتى عنده يعني تخصص في شيء ويقدر يفيد لي إخواتنا وأن تؤاد ذالي لهم إحنا مستعدين نجيبهم من أي حتة مستعدين نخليهم نشوفوا الزوم بتاعه وعلمه الغذير ويقولنا ويعلمهم كل حاجة جزيلة لنستقبل أي نوع من التعليم سواء أي نوع حتى فاني سواء تبقى أو سواء نجاتيان نفسيين أو سواء كورسات كومبيوتر كل حاجة كل حاجة حاجات فانية كل حاجة لغة قبطية دروز 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 برد الزبط ولسه سديني كنت بأتكلم مع ابونا جون في الموضوع هذا وبيقول لي فيه مدرس حساب هنا أو ماتنات يعني فنقدر نجيبه ونعمل زي يعني تدريب أو تعليم الأولاد أكثر جوا الكنيسة تقول أنا موافق عبونا كورولوس في الشمال أوضة كده بتأسس كترينينج روم نعلوم كل الكورسات الممكنة في كل أنواع العلم فإحنا العناق نقدر نعمله وإحنا موجودين ده بالي الزوجة كويس عشان كده بتحاول دخل نفسك كويس وربنا سهل إن شاء الله عبونا سهل سيدنا واي دي دعوة لكل الناس اللي الناس تقول أنا نفسي أخدم بس اللي مش لعرف أخدم في إيه دي دعوة الناس ما بتقدرش تقدم في الكنيسة من بيتك تقدر تقدم كل إخوتنا بالزبط المسيح في كل مكان بالوزنة للي إنت أتمنى تعليق لو إنت مدرس ماس لو إنت إمجلش لو إنت شاطر في الكمبيوتر في السوفتوير في الحريك كتير دي تقدر تدي وتساعد بيها لو إنت طبيب تقدر تدي ساعة أسبوعيا أو حتى شهريا كده من وقتك دي تبقى أحلى خدمة يعني وتحس بالناس اللي إنك قدقية تكونوا محتاجين زي سيدنا نخلي ولو في حد كمان ولو في حد في التانية المستدامة إحنا بنحاول ندرس دلوقتي كنا برحي سبعتاشر المجال بنحاول نحصرهم في سبع أو تمن حاجات اللي بيت ترفيدنا في أفريقيا وبعد شوية هنحصر كل بلد في أكثر حاجة تختص بيها المجال التنمية ده فلو في حد في التانية المستدامة يريد يقدر يقدر لنا مساعدة أمين يا ربنا يبعد كل الخدام ويشوفوا إن إحنا الكرازم يتاجه كتير جدا 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 يعني إزاي نخلي الكنيسة اللي بتاع سيدنا سوفتوير ونربط البلاد مع بعضها في مختلف المجالات ده سؤال جميل جدا واتجاه مصر الحالي تكل واتجاه قدسة البابا فعلا فإن إحنا نربط مصر وأفريقيا وبيبقوا إحنا نعتبر إن الكنيسة الأفريقية هي واحدة من الأدوات الخدمات النعيمة أو الاتصالات النعيمة للتواصل بين البلاد وبعضها ففعلا فعلا على سوفت باور إحنا بنتواصع على كل المستوى ده فإحنا متواصلين جدا مع البلاد المصرية قويس أوي علاقتنا بيهم طيبة جدا جدا نشكر ربنا علاقتنا بالناس اللي بنرعاهم سواء مصريين أو غير مصريين بس عندهم هذا الإيمان أصدقسي فهدول بيتحاولوا الريدعاية مش كرازة بنرعاهم قويس أو بنعمة ربنا في نفس الوقت أنا تواصلت حقيقي ده طاضل من ربنا بتحت راية قدرسة البابا بجروزات الخارجية وقعدت مع ساة السفير المسؤول عن الشي اسمه السفير الشريف عيسى هو مساعد الوزير للشؤون الأفريقية وعادت معاه وعرضت عليه أفكار نطل التنية قال أنا مباري جدا وهو بعت رسالة للسفر كرومتور مارك دي إنهم يستقبلون كويس جدا ويرحبوا هنا جدا فدي نقطة كويسة قوي قعدت مع السفر الأدام والجداد عشان أخد خبراتهم في المجال ده فكانوا برضو مساعدين جدا قعدت مع بعض أعضاء لجاني الصحية مجلس الشورى عشان نتواصل في النحلة الصحية ربنا سماح لدموا قابلة جدا 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 مع برضو أعضاء فرنس الشورى في النحلة التعليمية وفي النحلة الخارجية وكانوا كلهم مضرحبون جدا في مصر يبقى لها در ياري بخير كنيسة القطية أيضا ربنا سماح لدموا قابلة جميلة جدا مع سادة السفيرة الوزيرة نديلة مكرم وقعدنا قاعدة جميلة جدا وقالت لي أن حضرتك جيد في الوقت أنه بفعل مبادرة اسمها مبادرة مصر الأفريقي أو لترمية الأفريقية وقالت لي كده في مكتبها إن أنا بوخنا موافقة رئاسة في هذا الموضوع وقالت لي عندك ده إحنا نتعاون مع بعض ونتعاون مع المصريين كلهم هناك تشوف هما عايزين اليوم نتعاون معهم وإحنا في صدق هذا تفعيل هذا بإسمها تعمل اكتماع زم وتخش معاهم وتشوف نقدر نتعاون إزاي كـ soft power في خدمة البلاد مع بعضها وربط مصر بكل أفريقيا فبصطة أنا لما منزل مصر كل فترة أتواصل مع كل حد عايز يمدي إيده ويساعد في تنمية العلاقات بين الدول وبعضها يساعد في هذا الصدق وتعاملت مع ناس كتيرة وتوصلت مع ناس كتيرة جبا والكل قال لكم حلو والكل عايز يساعد لكن الكنيسة عريقة في وطنيتها حقيقة وأصيلة في حبها المصر وأنا حتى أقول للأباء والخدام اللي موجودين إحنا بإنمثل الكنيسة الإبطية وإنمثل المصر وأرجوكم تبقى دايما صورتنا حلوة وحتى أعلانت في درسة البابا أنا بيهمني في الخدمة وخدمة هنا أن تبقى سورة الكنيسة الإبطية مشرفة للكنيسة والمصر في نفس الوقت وفي كل الأوسط أمين يا ربي سيدنا نيفتك قبل كده بردو كلمتني على الأطباء اللي كانوا بيجوا من المهجر من الولايات المتحدة ومن كندا دي بردو نقطة مهمة جدا بتقولي المشن دي كان بتفرق معنا جدا بس مفيش متابعة أو مفيش استمارية فيها ايه اللي رسالة اللي نيفتك تحب تقولها للمشنة الطبية يعني الحقيقة احنا برضو قويس سوالدقاوي انا كاتليا اللي رقا مع وطلت في الزارة هنا صحة في الزارة الصحة هنا وقلت لها احنا عايزين نعمل مستمرة مفيش حاجة اسمها مرة في السنة ولا مرتين في السنة انا بحلب انها تكون فيه ميديكال ميشن وإديوكيشنال ميشن في نفس الوقت كل شهر وميشن سبيتكول عن طريق الجروب اللي في مصر بيختم البلاد دي فقالتك طب انت بتفكر زي ما لا انا هجيلك كل مرة ونقسم السنة على اثناشر ميشن بحيث ان كل ميشن تيجي فيها ثلاثة اربعة خمسة متخصصين في التخصصات اللي انت كوزورة الصحة بالسوانة في نيبيا عايزاهم ويجو ناس على اعلى مستوى مصريين باطمين كل حتة يخدموا البلد هنا مجانا وياخدوا ويقولت لها حتى كمان انا نفسي ان هؤلاء الاسازة في جامعاتكم يفيدوا هنا ويعملوا زي دراسات ويعملوا زي تواصل دراسي في علمهم فيفيدوا وبالفعل ده بتدينا في الميشن ايجاد في فبراير 2020 وفعلا ندرسوا في الجامعة وفعلا عملوا لقاءات جميلة اضافة في كل نواحي العلم وعملوا عمليات بيفتخروا بيها لحد الوقت يعني وقلت الوزارة بتقولي ويتعتبر العنصر المحرك للوزارة لان افنا نيبيا عايزي ده حاجة مش هاريفة من طعم التوات بس نخلص من حكاية الكوفم وهارجع نصف اتاني مع كل بلد معها جروب بيخدمها من البرة في العالم بيقدر يجي بقى بصفة مستمرة بحيث تبقى احنا كمصريين وبعض قديم نيجي نخدم كل شهر كل شهر متواجدين حل لكن ربنا يسهل وربنا يجدي يعني علاج لهذا الكوفيد مينتين علشان الناس تقدر تتحرك وكادر تتحرك زينا امين يا رب يا سيدنا سيدنا هل كل خادم او كاهن لازم يعني ينفع يجي يخدم في افريقيا ولا مش كل الناس مدعويين الخدمة بقفر انا عدي السؤال ده ليه شقي الشقي الاول اقول لحضرتك احبه انه يجي في الذات اللي هيستقر يكون مدعو من الله يمكن عشان كده انا تعامدت ان انا اقول لحضرتك اقولي احبائي ان انا مجيتش هنا بقردتي خالص لازم يكون الله دعيه الخدمة صعبة اكرازة غير الرعاية الكل متعود على الرعاية بصول وكنيستنا بقالها مدة بتتجه للرعاية اكثر مؤخرة لما سيدنا العظيم الاب انطنيوس اللي حبه ساميه ابو افريقيا اتقدر يا ربنا انطنيوس صحة يا رب وطلت العمر بالف سلامة يعني تحياتنا طبعا من المهجر ومن امريكا طبعا طبعا وجي سيدنا الامبهورس وجي قد سامونا داود لامع يوسام فول يبتدوا ياخدوا بقى الشق ده على عقد القوم ويبتدوا وربنا ارسل ضعف ان انا اكامل هولا فانا يعني نفسي ان الكرازة تبقى كده ادراك تبقى حاجة مهمة ويجينا قشتها مع قدسة البابا ان لازم اللي يجي يختن ويستقر لازم يكون مدعو بابا عشان كده المسيح لما قال صلوا ان ربنا يرسل راعي للقطيع لي صح حسب قلبه زي ما انا وجدت داود حسب قلبي فلازم يجي حد حسب قلب الله لانه انا فيها صعبات وفيها تعب من كل ملوجيستيك وسومت لما حد في امريكا بيقول لي اه خدمنا في بلد من بلادي امريكا دا اربع ساحات سفر لك عشان تيجي الناميبيا او بلسوانح تعمل سفر يقترب من اكتر ماشيين ساعة كامل مرتين ترانزيت على قل فموضوع صعب انا بيجي من مصر هنا بجي ترانزيت مرة وبجي بصفر حداشر ساعة لكن المهم هنا لازم يكون الانسان مدعو من الله فعلا بالذات لو كان ابونا الكائنة او ابونا او احبونا الخادم الريزنت اللي حياتهم هنا لازم يكون مدعو ليه مصر على بيجي تلك حضرتك انا قعدت مع الشيخة الكنيس الاباء الكبار سواء اباء مطارنة او اباء مسأح او اباء كهنة او اباء هنطان موضوع وسألتهم ازاي نخدم في افريقيا قالوا لي يا سيدنا لازم تستقر في افريقيا ماينفعش وتعودوا شهرين وتمشوا ترتشر وتمشوا لازم تعودوا فانا اتفقت مع اخواتي الكهنة هنا وتقول لهم يا اباء مش هينفع هنقعد كل شوعة شهرين تلاتة ونمشي لازم نقعد فترة طويلة وفعلا هم نبتهم شهد وقال لما عدنا تار تار محتوش والربعة الكنيسة بتادي ترجع تاني وتقول لهم ايو حرم اسبهم فنمرة واحدة حضرتك الدعوة مهم عشان تستقروا ودي نصيحة اباء الكنيسة واستقذلت فيها قدسة بابا قال لي التمديل منتيجة الصحي الاسلوب الصحي ما لازم نتجع بيه وفعلا تابينا هنا وأنا حتى هنا بحاول أستقر فسطهم كربنا تمني بخدمهم كلهم فلازم أكون فسطهم الحركة مننا منيجي البتسوانا لهنا 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 بحيث أن انا أكون فسط أولادي عايز أقول له حضرتك لما ربنا سماح لي وجيت اسبوع الأعلام هنا فلما جيت فسطهم فالشعب يقول لي احنا كده حاسين لدينا احنا مش يطمن مش يتامن فكتة أخيرة كنت ستت الدنيا وجيت صادت فسطنا فإحساس غني القوي أنك بتخديم أولادك ومسؤولة عنهم قدام ربنا وقعدت ضغط دايما وحاسين بأقود بالضبط 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 فدي النقطة الأولى النقطة التانية هتقول ليه طيب حضرتك مش كل الناس درسة كرازة عشان تتيجي تختم هقولك طبعا ليك يا حالة اللي درس كرازة سهل بس فيه ناس يقولوا البعض احنا مش درسين كرازة بس انتو شوقتونا للخدمة الأفريقية أو الأسية أو أمريكا الجنوبية احنا عايزين نروح نخدم هؤلاء اللي لما بيصرحونا انا بحب هنا أقولهم على ثلاث حقيقة حضرة هقوله صار لي الأول تشوف هل ليه دعوتك انه برضو تتيجي تكلم ولو عشرة كيام أو شهر شورا أبع اعتراضك اللي هو اللي عارفك من الأول ويديك تأييد لهذا نعمل يا ثلاثة أقعد مع حد ان الخدام اللي هم بتوع كرازة درسين كرازة كويس وأقعد معهم ولما تقول لي اه احط له برنامج يجي هنا يخدم ووجوا برنامج الدراسي البسيط كرازة ولما لقى اشتياقاته زادت وحس انه مدعو او لقيمة لازم ندرس معي حضرتك لو جه دارس خير وبركة لو مجيش دارس أعلمه حاجة بسيطة ولو لا أعدو اشتياق لهذا أساعده لازم يكام الدراسة طبعا طبعا نسائل خلينا نقول الخطوط العريضة عشان لو حد بيسمعنا دراسيو وقالنا متشوق أو يأجي ونفسي أجي أخدمه يلا أصلا على طول ايه لصفات الأساسية لازم تكون موجودة في أي خادم أو كهن في خدمة الكرازة بشكل عامي ده سؤال جميل جدا حضرتك وفعلا أنا فعلا كل يوم التاني بيكلموني عائلات حبيت جدا من أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا ومصر عايزين يبعثوا أولادهم هم عايزين يخدموا نفسهم بصراحة إذا عايز يخدموا لازم يكون دي حياة مع ربك ممتلئ من الروح دي شركة مع روحك خدس لازم تبقى قلبك دي اشتياق لهذه الخدمة يعني كمان يخدم الرب نفسه هحكي لك حاجة اعتهدت عايزة وديك مرة أنا في الشمال الواحدة في ده خالص في الشمال الواحدة في أمضانجوا فكنت الولاد الصهارين بيجي يلعبوا تتفرج عليهم بيلعبوا بإيه حاجة ربيب بقى أقل حاجة في الدجنة يعبين الكويتش بتاع العربيات وبيدعابوا مع بعض وفرح حظي جدا 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 تتفرج عليهم كنت أنا ببقى أفرق سعيد بيه لما بيتخلصوا يقولي فادر فادر أعايزين أشرب مية أخش أجيب لهم مية وأجيب له كل واحد سدقيني وأجيب لكم بيت المية التحت والدهارة وبحاسس جواية المشرة بالمسيح باشي ودي نقطة مهمة أول وكان يقولي عايز تاني أخش أجيب له تاني والتاني يقولي والتاني يقولي والتاني يقولي والرابع يقولي لحد ما جيب لكل واحد وأنا شيعر جواية أن أنا بشرة بالمسيح مية زي ما قال هو لو زيتم أحد من هذا الأسلال فديقة فعلتم سدقيني أنا عايز اللي يجي تكون عنده هذا المشاعر إنه نمرة واحد ممتلئ مروح نمرة اثنين إنه جاي يخبر المسيح شخص أولاد ونمرة ثلاثة يحس إنه جاي يتخدم مش جاي يخدم هو جاي ياخد بركة الناس دي ويقول يا ربي ده أنا استفات من هؤلاء الناس عايزه هو بيختم بالتضاع المسيح اللي غسر جدين الناس واللي قدر يوصلهم رغم بهم مش قوي معاه لكن بالحب قدر يكسب الناس دي كلها عايزه يختمهم بأمام اللي حتدخلوا السماء يخدم هنا بأمانة عشان الخدمة دي اللي حتدخلوا السماء وفيش غرض تاني عندنا قدر يتخلوا السماء لديش هدف تاني لو توفرت الشروط أو الأفكار دي بقلب أي حد يرحم على راسي من فوق أنا أخدمه قبل أي حد وأسلمه الخدمة هنا من خلال الأبائي الحلوين غير القدام الممتازين ويجي يفرح بربنا ويجي يخدم كويس ويرجع ممتلئ من الروح وعلى قد مربنا ما يقدرني ويجي يخدمهم وفرحهم ويرجعوا كلهم زي ما شفتهم قبل كده سعادة بربنا دعوة جميلة من نيفتك لكل واحد صدقنا يا سيدنا كلنا تشوقنا نيجي نخدم مع نيفتك ومع الخدام الجمال ومع كل الأباء الرعين في أفريقيا يعني يعني ربنا يدي نعمل كل واحد عنده اشتياء وزي ما سيدنا يقول تعالوا يمكن عندكم هذه المصافات الحقيقية وتعالوا سيدنا هيعلمكم حاجات كتير جميلة بجانب هذه الصفاتي سيدنا الحابين ياخدوا الموضوع بقى جد جداً هل بجانب ذلك لازم ياخدوا الكورسات لخدمة الكرازة ولا الموضوع بيتم ازاي أنا أفضل لا أنا زي بقول حايت لو هو جيه الأول وبين اشتياقاته هو الواحد هو يحب يدرس أكتر زي ما عملت مع قدص البابا ترسلت اسمح لي أدرس قال يارين ادرس واقرأ وتعلم وفعلاً خدت كورسات وتعلم ودخلت خلت في زوم وسمعت كل الناس اللي بتدرسوا وبعض إخواتنا الخدام الجمالات تعلمت منهم ودرست معاهم وقريتش على قد ما أقدر ولازم لأن ربنا مضم رباً اشتياقك ليه ما يدرسي ليه ما يتعلمشي أنا أحبث طبعاً ما هو يدرس لأنه برضو إحباتينا زي كده شكل معين في الخدمة لازم كلنا منقدمه صح بس لا الفكرة كلها عشان ما أخلي بالحضرتك أن أي حاجة حلوة بيعملها الخادم اللي بيجي سواء اللي جاي في ميشن أو جاي في ريزنان أو خادمة هو صورة للمسيح فإيه ما يخلي الناس تفرح؟ يا إيه ما يخليهم يقولوا بلاش وشفت ده وشفت ده فالصحي نحن اللي يجي لازم يعرف كده في حدمة معينة طبعاً كلهم تحت عين التنيسة وتحت رعايتها وبنوجههم ونصدقيني مش حيندموا لحظة أنهم جمع هي بس الصفر طويل شوية سامحوني فينا أعطبوكم بقى سحابة زي السواح إيه سيدنا أهمية التدريب العملي لخدام الكرازة يعني برضو أنهم يبوا ممكن يقول إن أحنا نفسنا نسافر وإما وصلوا بناك ما يحبوش يعود ولا يكمل دي حاجة برضو مهمة وأكيد من يفتك شفتها برضو يعني دي مهمة أوية عشان كده حضرتك بأسس الكنيسة بقبقها وخدامها فلما في ناس بس مثلا درسوا سان فور والدراسة نظرية جميلة ونجحة بس محتاجين تدريب عملي وأجيبهم هنا تدريب عملي ويتعاملهم كورس في دراسة الأباء الموجودين ودراسة الخدام الموجودين في مصر نعملهم كورس معين بحيث أنهم يخدموا حسب الكورس ده خدمة حقيقية فيديو يعتبر تدريب عملي لو إنسان مدرسي أجيب وأعامله هذا التدريب العملي في دراسة وكورس أجيلك فكرة بسيطة قوي عن الشباب الصغير اللي جهت ده أنا تعلمت منهم لقيتهم جايين من ضمن البرنامج بتاعهم ده أنا تعلمت ومنهم حقيقة إنهم قالوا إحنا حندرس كتاب من الكتب نقراها سوا في بلادنا ولما نيجي هنا ندرس كل يوم شاب لحقيقة أنا اتفاجئت لأنه كتاب أنا بقولك صعب كتاب للكاتب نجيزي سي أسلاوس لما قعدت مع الولاد والبناتهم لدينا نتكلم ونشرح وهما يقولوا لي قراءهم ولقاء يعني كونفرنس يميل جدا جدا حضرتك أنا قلت لقيت بنتين ستتاشر سنة قلت لهم قررتهم كتاب ده وبتتكلموا عنه ايوه احنا تعلمنا كده في مدرسنا نقدر نرى أي كتاب ونلخص فعشان كده سعلمت منهم ان أي رحلة ميشان جاية لازم يقدر تقريين كتاب ونجدرسوا سواء هنا فده يخليهم مؤمنين لبعض ويكملوا بعض زي ما نشرح حاجة من الكتاب المحدث يعني بقى فيه برنامج حجوة قوي تخيلني بقى حضرتك انه أنا بحلم ديه وأشركك معي وأشرككم معي وكلكم فيه في كل كنيسة هنا بحاول أعمل بيت زي اللي بتسموه في الأديروبيت الخلوة الفيت حلو وقوة جميلة تسعة مفارين أو تلاتة حاجة نظيفة قوي تليغ بولادنا وإخواتنا اللي جايين من آخر الدنيا مش حاجة تخشرهم حشرات مش حاجة تخشرهم حاجة مش كويسة حاجة كويسة تليغ بيهم واتحفن الكنيسة الأمهات اللي طلبوا كده بيتوب جوا الكنيسة فتخيلني حضرتك تسحي الصبح تلاقي تسبيحة شغيرة وده الشغيرة نفتر تسوي كلنا وندرس حاجة بسيطة وان ننزل نروح لإخواتنا بره ونخدمهم أو تريش في القرى الجميلة ونخدمهم كل حاجة ولو يخدموا سبت وحد في ملايسة أحد هنا يخدموا في كيهات أو في أندانجو أو في زنبابو أو أي حاجة وبعدين يلقوا تكلوا يراحوا بالليل يعملوا زي عشية زي تنجيد لأحد القدسين نعم الحنوط لحد من القدسين احنا هنا ربنا يبارك في الأباء اللي خدموا قبل كلهم ناس قدسين ومبراكين جابوا أكساب جوز من جسد مريمورقس ومريمينة وكده فحاجة جديدة لما نعمل الحنوط لهؤلاء الحلاء الشهداء الجمال دول فببقى جوا حلوين ندرس حاجة تجدي اليوم بأجميل الناس فعلا تبقى فرحانة الناس فعلا دعاتي برنامج روحي برنامج خدمة بعدين جغلت لما يفسحها شوية طبعا تفهمة كمان جدا بالنسبة للشباب كمان طبعا طبعا ويعملوا مثلا يعني لازم نشركهم في كل حاجة وبفعلا احنا بنحضر لده هتقولي طب ناس كوبار في السن ودي ناس سألوني فيها دس بس معاشات يعني ومعاش يقول كده يعني لكن دس معاشات عايزين طبعا نحن أعدهم جدا ونفرحهم ونشركهم معنا زي الشباب هو برضو شاب القلب يعني صحية سيدنا خدمة الجرزة لا تبقصرش على الشباب بس يعني يعني زي من يفتك بتقول في ناس كتير صحتهم حلوة وتلوى على المعيش ويقدر ويسافروا طبعا 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 وييجوا هنا ويبسطوا هنا ويفرحوا بربنا ويقولوا احنا ربنا هنا قديلك مثل بسيط قوي لما جيه قول رحلة معنا فقال لي انا صليت سبع ودسات عشر في ايام ودي حاجة يعني يعني اعتبر زي حاجة ما سبقتش قبل كده ريكورد انا عملته في حياتي اتخيلي حقدرتك لما يجوا اخواتنا الكبار الحلوين دول وابائي بكلهم ويجوا الواحد والاست بتاعته وصحابه ويبسطوا الواحد ويبسطوا الواحد يحضروا تذبحوا التميين ويحضروا درس كتاب ويكون في كتاب محضرين ويتنقش في كلنا متنقش في امور شتة ويخدم اخواتنا هنا انا مش عايز اقول لك انا شوفت الحياة قد ايه مفرحة ومبتجة والناس لحد اتقولوا ايه باي اخلاص الكم بناعمل ربنا فيه برامج لكل الناس اللي عايز يشترك في الزوم اهلا اللي عايز يجي بنفسه هنا اهلا بنعمل ربنا بنعمل ربنا قوة المسيح يعني شفاعة القدسين هتنبسطوا وهتنبسطوا وهتنبسطوا يفتك لكل شباب المهجر وعائلات واصحاب المعيش والمنظمات الدولية والاطباء وكل اللي ربنا مدينة ووزنة او موهبة في حاجة مشاركة في خدمة الكرازة الميشنز رحلات الكنيسة دي مهمة اوي لاولادنا يا سيدنا انا حب ان يفتك تعالى على نقطة رحلات الكنيسة للاولاد من ابدأ من سنوي والجامعة والخارجين دي مهمة اوي 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 ربنا يعني يدينا كلنا نحن نستفيد وفي جانب طبعا في جانب عملي كمير ده اهم حاجة يعني بس ياريت نفسي كل كنيسة طبعا طبعا الولادة الصغيرة بيجوا لازم من فوق 16 سنة او يجوا مع اهليهم يعني مثلا الدكتور شريف ده مرة يجيه وبراته عده كنت تنسوا ياريه فبيقولوله يعني ايه اللي جابت؟ قالي يعني ايش العياد دول يبقوا كارزين من صوروه خالي ستة وسبعة سنين اشرقناه معنا في محاول مدارس وصليموا على اخواتنا هم النبيديين هنا ويدولهم في الهدايا بنفسهم والولد لدي الشماس والبنت اشتغلت وخدمت معاهم خمس سنين حتى جميلة اوي مسلا رائع رائع جوم شباب برضو قدموا هنا مرة فنشوقتون ارجع رائعين بالشماس ورجوعوا للمسبح فهنا يتقابلوهم كل واحد يلاقي نفسه فعلا محتضن من المسيح نفسه والكدسين الكنيسة فرحمية او صدقيني صدقيني بقوله حضرتك كنسيتنا دين حيث لا يوجد احد غير المسيح والكدسين حتى لو بتقوفي تصلي لوحدك في الكنيسة وهي قضية انت متشعوري ان يجيب كلمة دينيسين فعلا نصدقوه انا مش بات حاجة فلما يبطيقوا كمان تخدموا وتعودوا هنا بتحسوا بصدقين ويتبقوا عايزين تقاشوا في حطوبة مستمرة فهي فرصة حلوة وربنا يباري في الكل احنا مش عايزين نطور عنيافتك مبقاش فيه وقت كثير بس خلينا نقول ونسمع مع نيافتك الخدام يسمعوا ايه الصعوبات والتحديات اللي هتقابل اي خادم نفسه ويروح يخدم في خدمة الكرازة في افريقيا وفي نفس الوقت ايه البركات والتعزيات اللي هيشعر بيها يعني مش كل حاجة برضه هتبقى صعوبات يعني البركات وتعزيات ربنا جميلة زي ما نيافتك اللوجستيكس هنا صعبة شوية من ناحية السفر من البلاد لحد هنا دي فيها صعوبة شوية يعني اولادنا وبناتنا اللي جم من انيكا وكندا كنا بنستناهم في المطار هنا دي سهلة قوي لكن جم في عدد ساعات طويل شوية وخازة ترانزية وهمهم سافرين من تباحهم لحد ما بيوصلوا بيوتهم ونتطمن عليهم فعلا برضو بتاخد وقت طويل فدي مشكلة الالوجستيكس دي مرهاش حل لكن نحتملها شو في قبائنا زي ما بيسافروا ازاي نقطة تانية طبعا اللي بيجوا من بره هين اللغات في الجنوب القرى اغلبها انجلش بنصادف احيانا بلاد فيها برتغالي لكن بنحاول نتعلم نقطة التالتة احكي لي الحكاية لطيفة قوي الخدمات الفايسين قوي جاتوا داخل المطار ومعها دعوة ومعها بيزا وكله فحبوا بتوع المطار يعني بيقوها شوية فهي البنت خدمة ممتازة وكميلة جدا وجدت اكثر من مرة بتقول لا انا هقولكوا على حاجة انا هعمل لكم ترتيجة بالاجبامبو اجبامبو دي اللي هي اللغة بتاعت الشمال قالت انت عرفي اللغة دي قاعدت ترتيجلهم ومعها ومعها دولها بيزا اللغة بتاعت البلد كلمات البسيط لو انا وتعلمناها بتبقى حلوة في بلاد الجروب بتاع مصر بتادوا يدرسوا اللغة بتاعت البلد فدي بصعبة شوية لكن بيتعلموها فدي نقطة تانية الحقيقة البلد اللي احنا بنخدم فيها هي امان نشكر ربنا طالما منلتزم ما بنخرجش في اوقات غلط بنخرج مجموعات نشكر ربنا ربنا بيحمينا حتى لو فرد ان في اي حد عايز يئزيننا انا شفت حماية ربنا في الحاجات دي مفيش ازيحات ربنا مش بيحمينا من الحشرات من اي حيوانات رب المجد مش ممكن الولاد يجو بحمابش فدي نقطة تانية مهمة الاجل طبعا مش حيبقى في حلوة الجلات كل حلوة لكن يعني حيانة كلاش لقيدي الفول هنا احد صوت خارج الصوت كبير وليه الفول طب هنعمل ايه لو حد بيتفرج علينا دلوقتي ونفسه سواء في مصر او في المهجر يكرس حياته لخدمة الكرازة ايه لرسالة لنيفتك تقولها له ونتكلم عن تعزيات ربنا برضو في هذه الخدمة على قد ما هي شقة وعلى قد ما هي صعبة على قد ما تعزياتها اجمل بكتير شوف اي اللي عايز يكرس نفسه ممكن يكون سنجل وممكن يكون مرتبط زيجيا ممكن يكون عنده اولاد وان شوفت ده كله بس يكون من قلبه كده لازم طبعا لو هو الوحده او هو قسرته لازم يكون الكل بيتصلي موضوع ده اشتبع صوت ربنا نقطة التانية طبعا يتابع كنسته وابا اعترافه يتواصل معنا علشان يتأكد وبرضو لازم برغم بدا كله لازم حضرتك يجي يختبر نفسه على الشعاري ثلاثة ويشوف نفسه هل ده الحياة اللي عايزها ده كل ده مقدمات مهمة جدا ويجي هنا احنا من نقعد معاهم انا عندي طلبات قد كده في الناس عايزة فيجو بنغتب مع الاباهات ويقول حيكة معايا هعمل هنا عملت ربنا اخلص بطا عمضان وهو زي بيت الخلوة وهنا برضو بنعملهم هنا بويندوك كده بحيش يقعدوا وهم اللي قرروا بنافسهم اذا كان كده يبقى لازم يدرسوا ويقوم معانا في كل خطوة انا بقول لحضرتك حاجة كل انا هقوله هي كلمة تعزيه الحقيقية كل ما تخديني حاجة ما يقدرش يقولك حاجة المسيح نفسه هو اللي بيعزيك وهو قال كده لما تعمل وليمة ادعي العرج والعصمة والعومي ما عندهمش حاجة يقدر يكافؤ بيها فتكفأ فيه ملكوت السماوات محدوء المكافأة دي هنا صدقوني حدقوها هنا لان الناس دي ما عندهش حاجة تدهلكم فاللي هيديكو رب الفعل هو السيد المسيح نفسه وانا بوعيدكم منه وده اللي اخواتي هنا دي انهم بياخدوا الريورد من رب المجد نفسه مش من حد تلك صدقوني سيدنا انا بشكر نيفتك جدا جدا على وقت نيفتك لسمحت لنا بيه والخاصيت بيه برنامج كنستي في المهجر وقناة لوجوس وسعيدا يكون مع نيفتك في اول لقاء يعني ونتعرف على نيفتك شخصية واب رأى ربنا يديم نيفتك لأفريقيا وخدمة اولادك في كل مكان هناك ويبختكم بقبود سيدنا ويبخت كل اللي بيخدم مع نيفتك سيدنا يا رب دايما كده ربنا يسندكم ويفرحكم باولادكم في خدمتكم ويرسل فعلة كده اللي حصاده بقى ملايين كده يا رب في كل اللي بيسمعنا ان شاء الله بنعمة ربنا احنا في البرنامج هنتابع معيكو كل فترة لو تسمح لنا يا سيدنا تكون معينا وناخد باركتك ونتابع معيكو دايما عمل لربنا وان شاء الله قلب الناس كلها لهذه الخدمة المباركة الجميلة شكرا سيدنا جدا انا خدت باركتكم كلها وبركة حضرتك وربنا يكمل عمله ربنا يبارك عمله ويبارك تتنشته بصلوات طبعا قدسة البابا واباء مجمع المقدس واباء مطرنا والاسقفة وكل الاباء اللي بدلهم بالفضل اللي علموني والقالولي يعني حياة روحية ويعني حياة روحية ويبارك في كل اللي سبقونا ونكمل وراهم ويا ربنا دينا نكون امنا في هذه الوكالة ونسلم للجاي بعدنا حاجة يكملوا عليها وننسيبهاش من الاول خالص يسيب له حاجات يقدر يكمل بيها لخدمة رب المجد وكل مجد وكل مجد وكراره من الان نيافة الحبر جليل الأسقف العام في أفريقيا أنا بشكر نيافتك شكرا جزيلا لنسيبنا سعداء جدا النهاردة نيافتك كنا موجود معانا وباركتنا وتكلمنا على موضوع مهم جدا وخدمة أفريقيا وتعرفنا على نيافتك شكرا سيدنا على وقتك وعلى محبتك ونشوفها في لقاءات قادمة من نعمة ربنا تحياتنا لكل شعبنا في أفريقيا وكل الأباء كان الفاضلين كل الخدام المعانا يفتك ربنا يبارك في عملكم في خدمتكم ويسمر دايما كده ويحفظكم دايما يوروب شكرا جزيلا شكرا جزيلا سلام موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة